خبر شؤون الاقتصادية وعلى المباشرة أهلا بك سيدي سبع الخير إذن تابعت معي التقريرين حول دخول القرد السندي حيزة الخدمة بداية من 17 أفريل والتنقضات بين الخبراء الاقتصاديين وأيضا وزير المالية في التصريحات بين القروض الرباوية وغيرها وما شبه ذلك ربما كسؤال أول أين تكمل أهمية القروض السندية في تمويل شركات اقتصادية جزائرية الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم فالذهاب إلى هذا النوع من الميكانيزم لتمويل المشاريع فهي وسيلة تستعمل في بعض البلدان المتطورة من أجل تمويل مشاريع استثمارية مربحة خاصة وفي بعض الأحيان مشاريع استراتيجية ولكن في الجزائر هناك ظروف خاصة نذكرك بأن منذ شهر كنا نتكلمه على مشروع من أجل جلب الأموال التي رأيها في القنوات الغير الرسمية كنا نسميها تغسيل الأموال بمقابل دفع 7% وما نحسوش من نجاو هذه الأموال هنا نمشي في هذا الطريق أسبوع أو أسبوعين بعد ذلك أو الشهر بعد ذلك انتلقنا فيها عملية أخرى وهي هذا القرد السندي فهذه العملية نقدر نقوله متناقضة مع الأولى الأولى تقولك أنت تجيب 7% تدفعها للدولة وفي العملية الثانية الدولة التي تدفع لك فوائد 5 و 5.75 فوائد فهناك تصور أنت المواطن حالة المواطن لما يشوف هذه العمليتين ونعرف الإشكالية تعلقى كومينيكاسون في الجزائر يعني نقصة كثير فبالتالي هناك ضبابية في نواية الحكومة اليوم تكلمنا على القرد السندي فهي عملية طبيعية يعني تقنية يعني مليح لفكرنا في هذه النواع من العملية ولكن من شرط النجاح هذه العملية والشرط الأكبر للنجاح نخرجه على نسبة الفائدة الشرط الأول هو ثقة تصور أنت حكومتنا اللي يجبنا تخرج بهذه العملية وكي تقولي التاريخ الانتحات تصيب بأنك أنت أموال طائلة ما بين يديها معرفتش تستثمر هذه الأموال مئات الملايين دولارات معرفتش تستثمر هذه الأموال لو عرفت تستثمر هذه الأموال مرحناها في هذه الحالة حكومة فقدت كثير المصداقية المصداقية من الجانب التقني والمصداقية من الجانب التعسيرة لماذا؟ لأن حكومة عرفت بفضائح كبيرة وكثيرة تصور أنت وزراء في الحالية وحالياً وفي الماضي عندهم مشاكل مع العدلة ومشاكل كبيرة يعني مشيها يا حاجة صغيرة واليوم هذه نفس الحكومة تطلب منك تعطي لها الدرهم ودير فيها ثقة تعطي لها الأموال باش تستثمرها يعني نشوف بأن عملية مثل هذه يعني ما نضم بمدرش بعيد والمواطن اليوم رأه واعي المواطن اليوم رأه واعي هذا من الجانب الأخلاقي إذا صح طالبا نروح للجانب التقني وش يقوله؟ وش تقول هذه العملية؟ تقول نعطي لك حط الأموال تاكو نعطي لك 5 أو 5.75% من الفور حسب المدات تعرف نعم أنت تعطي لي 5% ونسبة التدخم رأه 5% وما خدش تتحكم فيه أو ما هنا المشكلة تعطي لي 5% وقيمة الدينار رأي تتدور كل أسبوع ماشي كل سنة كل أسبوع تعطي لي 5% وما تعرف تسيير هذه الاختيار للمشاريع عرفنا بلي ما تتحكمش بها وما رأكش رايح له كيفاش تتصور كيفاش تقنع المواطن باش يمشي معك في عملية هذه لو كانت ثقة موجودة ما بين الحكام والحكومة والمواطن والله لو طلبوا من الشعب يعطي لهم الأموال كل أموال بدون فائدة بدون قال الجزيرة في حاجة لأموال لأن كانت تراجع في مداخل إلى آخره كل الشعب يعطي لكوش عنده كل الشعب لماذا لأنه عنده ثقة فيك هذا هو المشكلة اليوم حكومة إذا حبت تنجح في هذه العملية ولا في كل عمليات كل عمليات يجب تسترجع تكسب وتسترجع في نظرك سيد للماص هل أن القرد السندي هو حل ضرفي لمواجهة تراجع الموارد؟ بالفعل حل وحل نقول لكم حل في عجالة حل إيجابي إذا كان مجاش بضغط من الحالة يعني بضغط من الوضعية المالية لبلد يعني لما تذهب لحل مثل هذا بارتياح ما كانش ضغوط ما كانش ارتجالية في أخذ القرار هناك تقدر تتحكم في العملية وتقدر تنجح في العملية ولكن اليوم كيفاش الحكومة راح تيلى هذا الحل لوجود ضغوط لوجود عدم توازن في الميزانية لضعف المداخل للمداخل تأجير بدأت تأكل صندوق الضبطة وبدأ يروح بقتله هذا العام ويروح إخلاص وبالتالي فارنا الأزمة هي اللي خلت تفكير في حل مثل هذا حل مثل هذا بشي نجح كان من المفروض أن نخمو فيه ونفكر فيه لما كانت البحبوحة لما كانت الوضعية المالية للبلاد أحسن من هذا هذا يساعد أولا في اختيار المشاريع في تسيير العملية ولكن في كسب الثقة على الشعب لأن المواطن لما يمشي معك يقول بأن البلد والبلد رأي في حالة جيدة حالة مالية جيدة فما كانت خطر في ذهب معهم في مسيارة هذه العملية طيب هل في نظرك خمسة بالمئة من القرود أو القرد السندي تكفي لإقناع المستثمرين وحتى المواطن الجزائري؟ والله هنا جواب فيها جواب شقين الشق الأول تكلموا جمعها على الجانب الريبوي للعملية في الحقيقة وعلاش ريبوي لأن اليوم الدولارة هي راح تستثمر في مشاريع نعرف نوع المشاريع التي تستثمر فيها لا يتكلمون غير على الأرباح ما كانش مشروع ناجح مئة بالمئة مسبقا ما كانش مشروع سمع لو كان مشاركة في مشاريع وين فيها ربح وخسارة هنا يخرج الجانب الريبوي ونقدروا نقلوا هناك معاملة معاملة تجارية ما بين الحكومة ما بين المواطن والمواطن يتحمل المسؤوليته ولكن هنا في الحالة الحالة لا هنا نتكلمون غير على الأرباح وتعرف بلاي الشعب الجزائري يخاف من هذه الأمور الدينية والريبوية إلى آخر منحقه كل واحد حار فيه منحقه وكان من المفروض الحكومة تشوف ميكانيزم لتلبية حاجة المواطن اليوم حاجة المواطن ما يرحش لأعمالية الريبوية خير له عمليات أخرى أعمالية أخرى لما فيها شهد الجانب الريبوي وتشارك معك المواطن وانت ربح وو ربح كان من المفروض نشوفه ميكانيزم يمشي في هذا الاتجاه الجانب الثاني تكلم لي على 5% من الفهم اليوم قلت لك ذكرت بأن نسبة التضخم راه كبيرة والتحكم فيها راه صعيب اليوم رانا نتكلم على 4.95% فقنا الـ 5% من التضخم اليوم يعني تساعدوا هذه العملية يرحش لـ 100 مليون من السنة سيب هذا 100 مليون ما تجيب لهش المنتوج اللي كان يجيب له مسبق من قبل القيمة تنقاس تقلص وبالتالي فما يستعدوش المواطن لا يستعدوش إضافة إلى ذلك فقيمة الدينار هذا خطر كبير يعني كل أسبوع تقريبا كل شهر نشوف بأن قيمة الدينار رسميا رأي تتقلص رأي تتقلص بصفة سريعة وخطيرة وبالتالي فاليوم رأي تحط ادخارات للأموال المدخارات في عملية وين نسبة ضعيفة وتراجع هذه الخيمة هذه سريعة والضخم كبير فمكاشر عملية مخصرة ربما نفتح قوس فقط هنا سيد الألماس هل مواطن الحيوم مستعد والمستثمر الجزائري مستعد أن يجمد أمواله على شكل سندات عوضة الاستثمار فيها من أجل ربح فوائد أكبر بارك الله وفيك يعني تصور اليوم تعتلي 5% في السنة في السنة لو كنا نحطها في عملية بسيطة تجارية بسيطة ربما قيمة السند الواحد 50 ألف دينار جزائري ربما أي 250 250 دينار جزائري نعم فقط حاجة ضعيف حاجة ضعيف تصور أنك أنت حط مليون دينار في عملية تجارية تقدر تمشي بهذاك مليون دينار 50 مرة في السنة جبلك كل شهر جبلك 5% مش كل سنة كل شهر بتاليفة كان من المفروض أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المعطايات يعني التدخم قيمة تدهور الدينار بلك نزيد إضافة كان من المفروض أن يأمن دولة تفكر في تأمين قيمة السنة إذا فيه تراجع كثير كبير في الدينار مثلا قال ما تخافش المواطن ما تخافش لي عندك سنة نحن نحمي ولك نخلص لك هذا الفرق بين دينار اليوم والدينار من السنة مثلا كان يخموك كيف ميكانيزمات لتأمين هذه العملية تأمين هذا المواطن ولكن اليوم هنا قائز كبيرة في هذه العملية وخاصة جاء بعض عملية أولى لما كانت فيها تقييم تصور نمر من عملية إلى أخرى بدون أن نقيم العملية الأولى اليوم كل الناس تقولك العملية الأولى فشلت ولكن لم نشفنا حتى أرقام لم نشفنا معلومات حول هذه العملية كيف ننتقل من عملية إلى عملية أخرى بدون تقييم العملية الأولى فبتالي كان من المفروض أن نشوف النقاييس في العملية الأولى نأخذ العبار منها ونغدي استراتيجية للعملية الثانية نغذيها بالنقائس الأولى نحسن الأداء وأجهد المؤشرات ربما ترين أن هذا المشروع القرد السندي في ارتجالي هذا واقع حلول عاجلة لكن لن تنجح حلول عاجلة من حكومة فاقدة للمستقية وجدت بظروف ارتجالي كما قلت وإضافة إلى إلى هذه المعطيات نقص كبير في الكميونيكاسيون نقص كبير في الإشهار ونضيف لك أنه يمكن أن يساعد في نجاح النسبي لهذه العملية هي المؤسسات الوطنية والمؤسسات البنكية والشركات تحت الحكومة هذه هي اللي نظن بأن الآن سيد الماصل ربما نتابع ما رصدته كاميرا النهار لانطباعات وزراء ومسؤولين حول القرد السندي والسؤال الذي طرحوها زميلة بلا الكباش إن كان هل تستسقي أو تقتني حفوا أنت وعائلتك هذه السندات مع بداية عملية الاكتتاب فكانت إجاباتهم كالتالي كان دروا دي باندي تريزار تعمية تالف نوات ممكن لالا ممكن لالا من المفروض حنا نعطو الميتر تشري ثمان نشري نشري إن شاء الله والعائلة؟ أنا والعائلة واحدة نشروا أولادين قولهم شيري نشرين بون أنا مواطن ما كيما الأخرين نشرين نشرين أدير اللي بكري هكا شريتهم أنا لحد الآن شريت حتى اللي تم خلال المرحوم الوزير الأول قد دي مرباح شريت ما ذاك النهار دي شريت أولا ما نقول لكش نشوف الرائل الرائل قدر الشراء أيتاي سيد الوزير الش هالح تحط انتاوف اضغط فادل الخرص والاتلي راسيري سيد الوزير هتشري سمد انتاو هشي الموزير لها قد بكو بس من عائلة هتشري سمد ماش نشري هتشري هاد سمد هتنشوف ما تشريش هتا تجو هتنشوف إن شاء الله إن شاء الله هنشيركو كا ها هتنشوفو تانيت حدا تشوف 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 ومبات شوف بعينك ومبات تشارك إن شاء الله كل واحد فينا لزم يشيرك لأننا قرض وطني وتعطى دام وطني وتعطيق وطني تشوف 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 تشوف؟ وبعض الوزراء لم يكنوا مقتنعين بهذه الابتناء لبعض السندات هذا ليس غريب شاهدنا منذ سنوات عدم تنسيق حكومي في كل مجالات فتصول قرار مثل هذا وين لازم له تضامن كل تقام الحكومي وكل مؤسسات الحكومية اليوم نرى أن الوزراء غير مقتنعين بالعملية هذا الشكل الذي يواضح لظهر ولكن هذا مفهوم الحكومة والوزراء مساكن معهم ليس أموال لكي يستثمرها في هذه السندات إذا سنسلف لهم شيئا لكي يقتنعوا هذه السندات لا شوف قلت لك كل عملية مثل هذه وعملية وطنية تبحث على ركيزة قلنا ركيزة الأولى هي الثقة والثانية هي التضامن تضامن الجميع لماذا؟ هذا التضامن يجي بالاقتناع لما تكون عملية واضحة المعالم عملية مدروسة مخططة لا تجيش كما قلت في ظروف ارتجالية وفي ظروف أزمة فنظن بأنه لا يوجد حتى مشكل لكي تنجح ولكن اليوم كل هذه المعالم غايبة سيد للمصر ربما كسؤال ربما أخير أو ما قبل الأخير فقط نرى اليوم والمتتبع لشان الاقتصادية الجزائرية أن الحكومة اليوم ضائعة ربما يدعو لإدخال أموال في أسواق السوداء بفائدة 7% واليوم قروض سندية بـ 5% اليوم ربما الحكومة الجزائرية لم تجد حل بهذه الأزمة بارك الله وفيد شوف لما تكون عندك حكومة لا يوجد مخطط لا يوجد تراتيجية لما تكون عندك حكومة التي جاءت أصلا للاستثمار التي جاءت أصلا للنفقات ليس لتسيير أزمة لما تكون عندك حكومة ليس متعودة بالحلول التقنية والحلول الجدرية الناجعة فالنتيجة هي تابعت أولا الجهود وحتى الحقنوين يقولون بأن في الحكومة الجزائرية هناك عدة حكومات في هذه الحكومة كل واحد يصير يغني بغناه يقول لك أنا عندي مخطط هكذا يأتي لك بمشروع آخر مناقض المشروع الأول إلى آخر وبالتالي فنصيبه رحنا في عدة عمليات ما فيه تقييم ما فيه نظرة استشرفية ما فيه مخطط ما فيه استراتيجية والنتائج معروفة مسابقا يعني قليل وين تصيب مختص في هذه الأمور ولا إطار يقول لك لا لا هذه العملية راح تنجح ما كانش كل عمليات حتى الآن اتخذت بطريقة ارتجالية فالنتيجة معروفة وبالتالي نحن كنا نقوله منذ أكثر من سنة نحن نقوله اليوم حان الوقت لتكوين حكومات جديدة حكومة مصغرة مصغرة من سحقوش 32 وزير اليوم رانا في أزمة وبالتالي فليزم جيبوا رجال تعزمة رجال قادرين يسيروا يمتصوا هذه الأزمة ولاش قلت حكومة مصغرة من أجل التنسيق ما بينهم حكومة لتقنقراطين اللي عندهم نظرات استشرفية اللي يقدروا يوضعوا الاستراتيجية بفضل المعلومات اللي استخلصوها من هذه السنوات اللي فاتوا شكرا جزيلا لك سيد اسباعل الماصر خبير شؤون الاقتصادية أيضا